اشتركوا في القناة رمضان كريم كيف حالك يا أخي؟ أرجو أن تكون بأحسن حال أنا هنا لتقديم المشورة لك حول كيفية الحفاظ على سلامتك من فيروس كورونا من خلال ارتداء القناة والقفازات أثناء الذهاب إلى الأسواق والمتاجر والتأكد من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة يعتبر تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مقدمة للنجاح في تجاوز هذه الأزمة التي ضربت دول العالم أجمع فيما سجلت مملكة البحرين بتعاملها الإنساني والمجتمعي مع الأزمة تقدما شهد له الجميع حيث وفرت الفحوصات والعلاج المجاني لكافة المواطنين والمقيمين على حد سواء بالإضافة إلى توفير مساكن مؤقتة للعمالة الوافدة ضمن جهود تخفيف كثافة العمالة في مناطق سكنهم المقتضة فضلا عن عديد من الإجراءات ذات الطابع الإنساني والمجتمعي المتقدم أنا سعيد للغاية لأننا بأمان هنا حكومة البحرين تدعمنا وتعتني بنا وقد اعتدنا نحن العمال على العيش في أماكن مقتضة بالسكان لذا وفرت لنا حكومة البحرين غرفا ومأوى للحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ إجراءات السلامة وللأشخاص الذين يعانون من نقص في الغذاء تقوم الحكومة بتزويدنا بالغذاء والإمدادات الضرورية الأخرى ونشر الوعي بيننا الحكومة تقوم بعمل عظيم أعطتنا الشرطة والحكومة تعليمات حول كيفية الحفاظ على التباعد الاجتماعي وكيف نكون آمنين وكيف نحافظ على منازلنا آمنة ومحمية من هذا الفيروس ونصلي لله أن يحمي الجميع من هذا الفيروس إنه اليوم الخامس الآن نحن كمتطوعين نساعد الشرطة في توفير القضاء للمحتاجين في محافظة العاصمة وكل يوم يأتي حوالي 15 متطوعا إلى هنا لدعم الشرطة لمساعدة الناس الأمن جيد في البحرين والشرطة تزور أماكن إقامتنا والأسواق وتقدم لنا إرشادات حول كيفية الحفاظ على سلامتنا من هذا الفيروس وقد قدموا لنا الكمامات والمطهرات وعلمونا كيفية الحفاظ على البعد الاجتماعي وتجنب التجمعات إن الحكومة تدعمنا كثيرا وهم يأتون لنا كل ما طلبنا منهم مساعدة الآن الحمد لله حان وقت الإفطار والحكومة توزع الطعام على الناس وتعمل على السيطرة على الفيروس الحمد لله إن معالجة الأزمات له أصول وأطر محددة ويبقى الجانب الإنساني عنوانا يعكس التقيد بحقوق الإنسان ومحاولة تقديم نموذج متميز يؤكدوا أن حقوق الإنسان ممارسات ووقائع على الأرض وليست أقوال النظرية وهكذا كانت تعامل البحريني المشرف مع الوضع الراحن ترجمة نانسي قنقر